صباح الخير صباح الأمل صباح التفائل صباح لبنان الأخضر صباح لبنان الحلو صباح لبنان المزدهر صباح الحلم صباح الشباب اللبناني لبعدهم بلبنان يعني عم نجرب قدمة فينا نقول صباح أشياء حلوة صباح الإيجابية لأنه عم نحلم بلبنان المزدهر بلبنان فيه الكرامة والعيشة المحترمة وكل الإشياء اللي عن جد كل لبناني بيحلم فيها خلنا نعيش هيك نص ساعة من الوقت أنا وياكم على أمل أن نحن عايشين أو إذا بدكم نخلنا نحلم هاي نص ساعة نحن عايشين ببلد مزدهر ببلد الأمن مستقر ببلد الاقتصاد مزدهر ببلد كل شي كتير حلو صباح الخير فبينلا إليك اليوم عن جد وعينا على أخبار كتير حلوة هيك بننظل إيجابيين بنفكر بأشياء إيجابية حتى لو بننكذب على حالنا لنص عم من الوقت فاليوم هيك نحقست نقلت عم تسمع أخبار بايدة أنا لأ ما عندي مطفة تليفزيون عم بجيب الأخبار من عندي أنا لخبرك أخبار اليوم طلعنا تاني أحلى بلد بالعالم بشو؟ بالبيئة نظيفة خيب بأي سنة؟ بأي سنة؟ بأي سنة؟ أنا بعدني بسنين الماضي قلق اليوم بما أنه كله إيجابي حبيت مبارح كنت أنا محضر للحلقة كنت قاعد مع أصحابي بوجه لهم تحية قال عم يحكوني عم قللهم أنه الكلب وفي وما بعرف شو وعم نحكي عن الحيوانات قالوا لي أنت عارف أنه البلبل عصفور البلبل هو وفي كمان لصاحبه قالوا أنه عصفور وفي مش كتير رح صدقه بس رح حطها عندي نوت قالوا إذا المعلومة طلقت مظبوطة بكرا بدي حضرها بالحلقة و بدي وجه لكم تحية فضبطت معهم طلع العصفور البلبل يلي حتشوف صورته هلا هو عصفور كتير وفي لصاحبه يعني وسريع بيتأكلم كتير مع الشخص يعني مجرد ما تجيب العصفور اللي عندك على البات إذا بتطعميه أنت وبتهتم فيه بيصير يضل يلحك يعني بيضل قاعد على كد فيه يعني تنبسط فيه أنه تخيلي عصفور معلق بالشخص بصاحبه والطعام طبعه منه كتير صعب يعني بيحب الخضرة والفواكة ما عنده أكل معين بيحبه بس بحب الخضرة والفواكة ما في مشكلة فيه وبيحكي كتير بحب يصوفر كتير فإنه بيجيب السعادة بمحل معين على البات إنه في عصفور عم بيضلي صوفر وبس نفتحه من القفص بيجي بيقعد على كد فيك بيصير ينفتح حوليك إذا بتعمل لأصبعك هيك بيجي بيقعد على أصبعك ما بيخاف من الإنسان يعني عكس العصفير صح صح يعني بالعكس بحس إنه حلو هيك بمحل معين بيعطيك اهتمام أنت بحاجة لقله إنه عصفور هي من أحلى المخلوقات أنا بلاقيها العصفير أنا ما كنت حبهم قبل لأنه كنت حس إنه عصفور صغير أنا بحب الكلب الكلب بحسه بيعمل انتراكسيون أكتر مع الشخص يعني بيلعب معه إنه العصفور ما بيلعب إنه ما بيقدر يتفاعل مثل الكلب ولكن من بعد معرفتها العطلة الخبرية عم فكر اليوم أنا وراجع جيب معي عصفور جيب بلبل بلبل بالأخص يلا إن شاء الله تلقي بلبل هيدا كانت فكرة كتير سريعة وبالبداية بارك المشاهدين بيتحمسوا بروحوا كلهم اليوم بصير في إزدهار بباع العصفير كتير كتير معلومة حلوة بس المشكلة إنه أنا ما بحب شوفها عصفور بالأخص هيدا نبرح لعندك بس عصفور البلبل فيك تطلعين بالأخص إيه وخليه كتير لحتى ما بقى يقعد بالأخص طيب حسنا هلأ هكيك عم نحكي بالأخص فيه أخص من نوع تاني الولاد يمكن بيقعدوا فيه هالأيام فأنا حبيت ضوي عليه اللي هو الألعاب الإلكترونية ورح نحكي فيها بفكرة ساينس شو أهميتها كيف من إيجابياتها إذا فينا نحكي وشو هنه سلبياتها على الإنسان وعلى الأشخاص فيمكن من سلبيتها أنه بتقعدهم بالأخص للأطفال فاكرمل هيك رح بلش بالمعلومات الألعاب الإلكترونية أو الألعاب على الإنترنت أو الموبايل يعني كلهم الابليكيشن الموجودين الإيجابيات أنه بعض هالألعاب بيساعدوا أنه العقل يكون حاضر دائما ومركز وبيساعد على الذاكرة الكبار بالعمر كمانا بتساعدهم حتى يكونوا مركزين أكتر اللعب اللعب لبعض الدقائق يوميا منها عاطلة يعني ممكن تكون مفيدة كمانا بمطرحنا المطاريح من الإفادة كمان أنه ببعض الألعاب بيصير في مشاركة بين عدة أشخاص وهذا الشي بيساعد أنه يكون فيه نعم أنه تلاقي بمعنى أشخاص برات لبنان يعني كنا متلعبة على الصعيد العالمي بتقدر تتعرف على أشخاص من خارج لبنان صحيح هلا يمكن مش دايما بتكون إيجابية إذا أشخاص ناضجة إيجابية وهون بتضل إيجابية إذا الأهل فيه مطابعة على أجمال مع مين عم يحكي شو عم يلعب لأنه كمان بدا مريئة بميح صحيح الأطفال اللي عندهم توحد كمانا هالألعاب بتقدر تساعدهم أكتر يكونوا حاضرين ويكون وقتهم خاصة وقتهم يكونوا عم يفرحوا بالربح باللعب بتساعد على المهارة لأنه خاصة أنه عم تشتغل الإيدان هيك بطريقة بسرعة فكمانا هاي دي بتساعد بها هاي دي النقطة بتساعد أوقات أنك تتفكر أكتر لإيجاد المشاكل للحلول الحلول للمشاكل فكرمل هيك بتخلي الواحد يكون مركز أكتر أهم شيء أنه نعرف نختار الألعاب ونعرف ننظم الوقت ونحدد هيد الفترة اللي عم نقدر نقعد فيها ويكونوا الأهل يعني برجع بعيدة يكونوا عم يتابعوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أولادهم شو عم بيعملوا وينظموهم إيها لأنه تقزي النظر بتسبب البدانة صحيح هاي بالسلبية اللي بدنا نحكي فيها هلا هي خاصة من سلبيتها أنه والأولاد يقعدين بيقعدوا بيقفف يعني هاي ما بيطلعوا لبرا بيكونوا قعدين العلاقات الاجتماعية بتخف بفضلوا أنه يضلون عم بيلعبوا على أنه يطلعوا مع أهلهم لحتى يروحوا يعملوا للزيارات بوقت الدراسة قدي بتكون عم بتضيع لهم دراستهم عم بتضيعوا وقت عم بتضيعوا وقت كتير عم تضيع تركيز لأنه بتبطل فيك تركزي على المعلومات يعني إذا دراستك كل الوقت عم يشتغل بلعبة بديتوصل إلى هدف معين فيها بتبطل قدر تركزي على دراستك على الدراسة صحيح خاصة الألعاب اللي فيها عانف كتير يعني هيدا الألعاب بتأذيلهم عقلهم يعني بيصير يفكروا بطريقة غلط القعدة طويلة مثل ما قلنا أميليو مقزيلة الصحة يعني قلة الحركة بيتتعد أنه يصير فيه وزن زائد أو جعب الرقبة الالتواء بالعمودة الفقرية كمان بتأذي بالإدمان كل شيء إدمان يعني كل شيء بدنا نحكي فيه الضروري يكون فيه إكيليبر الإكليب الاعتدال بكل شيء طبعا بيبطل يهتم بالواجبات الاجتماعية والعائلية مثل ما قلنا الأهل ما بقى فيه ان يوقفوا بيصير في حالات من العنف بيصيروا حشتوا بشعور بالحرقصة يعني ممكن بوقتي يكونوا مثلا عم يلعبوا ويوصلوا لما وصلوا للهدف اللي بدوا الدنيا هيدا الشيء بيخليهم بيموتوا بيرجعوا للأول فهيدا كده بيعمل لهم حرقصة يعني كمان بيعمل لهم توتر بيحمل المطرح بيمبسط وقتا يربحوا بس وحتى لما يكون عم يخسروا هيك بيصير فيه تشالنج أكتر ما بعرف بدنا نعمل مقابلة مع الشيء اوكي فبهيدا الطريقة بيبطل يتعون كتير أو يتحور مع الآخرين بيصير هيا نعليه انه متل ما عم بيشيل هالناس من اللعبة فبيشيل الناس من حياته كمانا فكتير كل حدا زعجوا يلا بيشيلوا بيخفف الإبداع لأنه الأوقات المفروضة يكون قاعد فيها تعرف أميليو انه الزهق منه شي غلط لأنه في مرة سمعتها انه الولد وقتا يزهق بتخليه يفكر يلاقي طريقة تسليل بيكتير مبدع أكتر فكرمال هيك منشوف الفرق بين جيلنا والأشجال القديمة كيف الأشجال القديمة ضلوا يلاقوا مئة طريقة يتسلوا فيها عندهم اشياء كتير مواهب كتير بتبين عندهم ومبينة غيرنا عنا نحنا ما منلاقيها لأنه نضغرع بالهيين منلقط السلولار ومنعمل شيء بيبطل ما منقوم لنفكر بيه صارت الحياة أسهل أسهل فكرمال هيك كمان من السلبيات طبع هالألعاب أنه بتأثر على النوم والطعام وبتوصل للهزيين وتخيل أنه قدي عم بيكون فيه ساعات عم بيقعدوا يعني هتضيع الوقت لكتير فكرمال هيك هايدي من السلبيات طبع الألعاب الإلكترونية هلا إذا بدنا نحكي اليوم عن فقرة الأسبوع عن مهنة الأسبوع يعني صدفة هي جمعت بين الفقرة الفقرة طبعي والفقرة طبعي اللي هو السوشل سيلر نحنا هايدي مش مهنة قديمة يعني كل مرة كنا عم نحضر لمهنة عم نقول بلشت بعام أو بلشت بفترة هاي المهنة هلأ عم تبلش هاي المهنة هي شو دوره هو بصلي تواصل بين الزبون والمحلية اللي بدنا نشتري منه يعني هو بيقدر بطريقة معينة يعرف فابيان شو بتشتري عادة فابيان على تليفون شو بتكبس بتروح مثلا بتعمل سيرتش على جوجل على فستان أسود بتعمل كتير سيرتش على فساطين إياسات كبيرة مثلا بصاطين إياسات كتير صغيرة فهون بيكون عم يعرف فابيان تلبس إياس تقريبا فابيان شو بيعجبها فابيان أي أكل بتحب بيكون عم يبعط لك الدعايات يلي تلفت لك نظريك بيكون ذات الوقت عم بيحكي مع سبلايرز عم بيحكي مع أشخاص تعرف شو طلباتك يعني عند طلباتك يعني انت مثلا تحب كتير البيرجرز بيكون عم بيحكي مع مطاعم بيرجر عم بياخد منهم أفرات أنا بباع لكم هول بيرجرز لأشخاص بتحب البيرجر يعني تصير مضمنة يمكن بمحل معين على أكلاتكم بس على شرط أنا بدي مثلا عشرين بالمئة من الأرباح هيد العملية كلها بتصير عبر الهاتف أو عبر اللابتوب هلأ مين الأشخاص يلي مخوالين إنه يفوتوا عليها مجهزين إنه يفوتوا عليها هني أشخاص بتكون عندها الصبر إنه تقعد لفترة طويلة قدام الشاشة يعني أنا مثلا ما بقدر ادرس أو اشتغل أو أعمل الحقيقة إذا قدامي في شاشة يعني ما فيني أدرس أو أشتغل عن اللابتوب أنا بروح بطبع لوراق أو بكتبهم بإيدي تقدر إذا ما حسيت بورقة ما بقدر أشتغل يعني أنا هيدا أصلا لأنه مأزي يمكن الشواء العادة مش بس مأزيي أنا التركيز طبعي بخف قدام الشاشة فأنا هون يا بدي مرن حالي إنه يصير أتعود على الشاشة يا شو بدي أعمل يا بدي أبعد عن هيدا المجال لأنه منه لا إليه يعني هو سوشل سيدير وكله على السوشل ميديا فأول شي بدي يكونوا أشخاص عندهم هيدا الصبر إنه يقعدوا قدام الشاشة وكمين بدي يكونوا أشخاص بيحبوا الماركتينج بمحل معين يعني التسويق لأنه عالم التسويق عالم كتير كبير بدون يكونوا بدي هيدا الحدقة طبع التسويق فبدي يكونوا عندهم إيه هادا يعرفوا إنه هيدا الشخص بدي أبعث له هيدا الدعاية وهيدا الشخص أوقت بتلاحظة إذا عم تشاء قلبي بالتليفونيك بيطلع لك دعاية تقولي طب بتطلع لك مثلا دعاية السيارة بتقولي طب كيف عارفوا أنا أنا من جمعك تعمل نبش على سيارة هو مش سحر وما إنه تنصت على العالم وهيدا هو مجرد إنه أنت عم تنبشي على سيارة يعني عم تعملي كليك على تليفونيك أو على اللابتوب على إشي خاصة بسيارة للبيع يعني هاي بتكون خاصة لأميليو وغير غير معلومات تصل لعندي أو غير دعاية تصل لعندي ولا هي لكل كل شخص عنده كل شخص أنا كل شخص عنده دعاية معينة لقله مش كل شخص عم نحكي كل فرج كل مجموعة مش عطول بتصيب الدعاية بس بالمبدأ يعني بستين بالمية من الأوقات بتصيب الدعاية لأنه إذا أنت بتعملي الرشارش عطول على جوجل عن كلب مثلا يجيك دعاية صفحة لتبني الكلاب إذا بتعمل كتير الرشارش عن أكل بسير يجيك دعاية عن أكل هيدا ما النصفة هيدا كله هيدا كله data science هيدا اختصاص تاني كمان بيعمل يعني بيعمل دراسات لهيدا المواضيع ليشوف العالم تصيب أي أشي عم تبتجي وهون كمان وين نستعملن هو نستعملن لما حدا بدي يجي يستثمر يعني أنا بدي يجي يستثمر بلبنان بدي أعمل مطعم بس بيعمل تبولة طب قدي نسبة الأشخاص يلي بتعني لها التبولة طب كيف بدأ عارف نسبة الأشخاص بيروح دق على كل باب وقل له بونجور بتعني لك التبولة أو ما بتعني لك وهيدا تاخد كتير وقت مانا كتير ساكية شوف فيني أعمل فيني شوف كم مرة على تليفوناتهم عم بيصوروا صورة التبولة كم مرة عم بيطلب تبولة أنا هون بشوف أنه لا هيدا الاستثمار عطيت مثال تبولة لأنه شي لبناني عم بقى هيدا استثمار ذكي أو بيكون استثمار فاشل فهيدا كله منه صدفة وهون بيميز المستثمر عن غيره والسوشل سيلر هو مستثمر لأنه أنا عم بستثمر بهول محلات عم بستثمر بالبشر بالعالم يلي هني متل سفنجة إذا بديكم عم تنتص الدعاية دعاية تعلق بالرأس إذا بشوف بالألوان مثلا بيبقى السعر بالأحمر بيبقى عصغير حدا بالبنة الأغامة تحت TVA بلا TVA مثلا فبيكون انه هودا كل اللون بيعلق بالرأس أو مثلا بيسيحطيك 14,999 إذا بيسألك إذا بيسألك قدي حق السيارة تقولي لي 14 ألف بسيحقها 15 ألف وفرق دولار فهون يعني هو هيدا كله عالم كثير هيدا هي كانت فقرة مهنة الأسبوع أو حرفة الأسبوع كانت مميزة هالمرة لأنه يعني صحيح معلومة جديدة نعم ويعني هيدا هو أنا بس عملت وشارش على الإنترنت حطيت شو مهن المستقبل هيدا واحدة من المهن يلي مطلوبة بالمستقبل حلو وأنا كمان عملت ريسيرتش على معلومة جديدة عن الألعاب يعني اللي كنا عم نحكي هلا الأشخاص أكتر عم بيكونوا قاعدين فحبت شوف شو في ألعاب جديدة أو سبورتس جديد بينحكي عنن بالرياضة هيك إشي يمكن مش شاير فينا فراح أحكي عن لعبتان جديد هلا عم بينحكي عنن هي الأيرثينج والثري هندرد سكستي بول شو هنه هودا اللعبتان الأيرثينج هي بتجمع بين رح نبلش لكين بثري هندرد سكستي بول هي اللعبة بدا راكت يعني مثل التنس إذا فينا نقول بتصير بين شخصين أو فريقين كل فريق بيكون مكون من شخصين اللعبين بيبرموا حول هالديسك اللي عم نشوفه أو القرص إذا فينا نقول بيدربوا الطابة بالراكت بقلب هيد الديسك وبيكونوا عم بيركدوا حوالى الديسك هيد اللعبة بدا كتير تركيز وسرعة متل ما شايفين بتشغل كل عضلات الجسم بتتعد انه يصير في تركيز بالنظر بتشغل سرعة اليد وعم تحرقوا الدهون بنفس الوقت وينما كان في تنحطي سريعة التحضير إن كان ع البحر بملعب حد البيت وينما كان اللعبين لازم يكونوا عم بيبرموا حوالى حوالى هيدا الديسك حتى وعادة بيكون في حات شبك حوالى هون وبعدين وبعدين صحيح مصبوط حوالى بصيروا يدربوا الطابة جواة هيدا الديسك هاي بالأول بتبلش بين الفريق من شخصين من نفس الفريق والطابة وقتها تطير لازم يردوها الأشخاص من تاني فريق أنا بلعب معنك هيدا اللعبة بس عشبك اللي بيطلع طابة برط الفلاه هو بيجيبه ما هي ما رح تطلع لأنه الفلاه عم بيكون عالي بس أنا عطلانة هام بالأخذ الديسك ما يعبوه غير شي لأنه على الركض ممكن عندي يضوخ فكرمل هيك بدأت اللعبة بجنوب إفريقية خلاقين عندهم أفكار حلوة بجنوب إفريقية اللعبة الثانية اللي بدي أحكي عنا هي أو الرياضة الجديدة اللي رح نحكي فيها هي الأيرثينج الأيرثينج شو هي؟ هي بتجمع بين الركض والسباحة والأفز نعم هي مسابقة بتصير بسرعة مسابقة سرعة إذا فرنا نقول لـ 110 متر الرابح هو يعتبر لك شو حلوة أميليو الرابح هو أسرع إنسان بالبر والبحر والجو ليه؟ لأنه هي بتبلش بيركض حفيين على حلبية ركض بطول 60 متر بعدين بيوصلوا على هدف منه وبدون يقفزوا لحتى ينطوا على يغطسوا بالماء يغطسوا بالماء كمانا بندرسوا لقدي المسافة اللي أخديتها حتى يقفزوا ويصيروا بقلب الماء وبعدين بيكفز السباحة بطول 50 متر اللي بيوصل بالأول هو اللي بيكون ربحان بلشت اللعبة بدنمارك بصيف الـ 2013 متل ما قلنا الرابح هو اللي بيكون وصل بالأول هاو دهن المعلومة الجديدة بعشرين حزيران فابيان العالم بيحتفل بالـ International Day Against Drug Abuse هيدا النهار قطع بس قطع هيك ما قطع بالنسبة لقلي بطريقة كتير هيني لأنه كتير فكرت وهيك زعلت بمحل معين ولكن مبسطت بذات الوقت لا زعلت لأنه عمشوف قده في أشخاص حولينا معرضين لهيدا الشيء وأشخاص وقعوا بهيدا المشكلة بهيدا الإدمان إذا بديك بس مبسطت لأنه بعدنا مكرسين النهار بالسنة ولازم نكرس كل يوم من السنة لنذكر الشباب والصبايا اللي حولينا وخصوصة من عمر 14 لعمر 25 اللي أكتر عمر بيعلقوا فيه نقللهم إنه لأ انتبهوا منا منا لعبة الفوت هيني الفوت بالإيد الظهرة مش بالإيد فلازم ننتبه على هيدا الموضوع بهيدا النهار العالم بيعمل توعية العالم كله بيعمل توعية وشفنا في لبنان دعايات نظمتها ويزارة الإعلام كرمال تعمل توعية على عدم الإدمان من المخدرات وبدنا كمان هون الأهل يلعبوا دور كتير أساس الأهل اللي عم يحضرونا يعملوا توعية لأولادهم لأنه هي بدأ لحظة وأوقات بتصير بين الأصحاب بيقولولهم إنه ولو ما فيك تجربها شو بيصير شو بيصير لك إذا جربتها فهون بيخاف إنه يخسر أصحاب ويمكن بيخاف يخسر أصحاب ويمكن بيخاف إنه يقولوا عنه إنه هو منه كتير قوي ومنه كتير كول وما بعرف شو بيصير يعني نحنا بحالة لحظة أولادنا معرضين لهيدا الأمور فليزم يكون منهني وصغار عندهم مثل أساسات طوعية أساسات قوية تقدر تقول إنه لأ أنا ما بدي جربها يعني ما بدي جربها إن شاء الله شو ما بدأت بيقولولك إنه بتجيب لك السعادة وبتريحك وبتروقك أنا مش هاي المطلوب ما بدي السعادة مؤقتة هيك لعشر دقايق أو لثلاث ساعات أو لجمعة حتى بدي السعادة الحقيقية بدي نبش بدك سعادة كتير منيح نبش على محال بيخليك تكون سعيد بد يمكن الرياضة تخليك تصير سعيد يمكن بتحب الرأس يمكن تحب التمثيل يمكن تحب الدرس يمكن تحب النوم يمكن تحب السباحة فيك تلاقي شغلة تخليك تكون سعيد غير هيدا الشغلة هي يمكن شغل الأهل هوني أكتر إنه يكونوا أصدقاء لأولادهم يعني قطة يكونوا أصدقاء بيقدروا يعرفوا عنهم كتير بيقدروا ينصحواهم والولاد يسمعوا يسمعوا لهم أكتر فهيك بيكونوا عم بيوفروا على أولادهم إنه يوصلوا لهيدا نعم هوني بعد خلينا نضيف شغلة إنه لازم نتعلم من غلط غيرنا يعني شوف غيرك شو صار فيه تعلم منه لأنه في عالم ماتت بسبب هيدا الموضوع في عالم قدرت تعالجت وتخلصت من هيدا الموضوع فنتعلم من غلط غيرنا صحيح أميليو كل المعلومات اليوم حلوين يعني اللي أعطيتنا إليه هون هلأ أنا في عندي معلومة بعد أو نصيحة تبس لليوم للأهل حكينا لأنه كيف الألعاب الإلكترونية عم بتسيطر أو إتعلونات فنحنا عم نعطي نصايح للأهل كيف يقدروا يساعدوا أولادهم إنه ما يوقعوا بالإدمان طبع هيدا الألعاب فشو هي هيدا النصايح خاصة إنه 91% من الأولاد إن كانوا صبعين وإن كانوا بنات عم بيكونوا ضمن هيدا الألعاب الإلكترونية وخاصة إنه الأهل عم بيفضلوا إنه يتوجهوا لأولاد على الألعاب اللي في التعليمية أكتر بس أكيد الأولاد بيفضلوا إنه يروحوا على الأشياء اللي بتسليهم أكتر لكن شو مننصح الأهل بهيدا النقطة الأهل لازم يتأكدوا إنه الألعاب هي عم بتكون مع بعد لازم تكونوا الولاد خلصوا مسؤوليتهم بالمدرسة من بعد ما كانوا عملوهم بمجهود كتير كبير يعني مش هيك حيالة تحديد الوقت ساعة أو ساعتين لنهار مثل ما قلنا بوقت المدرسة خاصة الأهل لازم يعرفوا شو هن الألعاب الإلكترونية اللي عم بيكونوا عم بيقوموا فيها هاوذي الولاد يعني شو الولادهم عم بيلعبوا وليزم يعرفوا الولاد إنه هيدا وسيلة مش شي من حقوقون هيدا شي متل إضافة إضافة مثل إنه هيدا متل تسلي إذا فينا نقول إنه شي متل مكافأة على شي عملو وفي نقطة كتير بيحكوا فيها إنه الألعاب اللي عم بيقوموا الولاد ما لازم تكون ألعاب عنف حتى لو كان الولد هو عم بيشيل من مصروفه حتى يجيب هيدا الألعاب لازم الأهل يكونوا صارمين بهيدا النقطة في نقطة عند الأهل كمانا مهمة هي إنه لازم يكونوا عم بينتبهوا إنه الألعاب الإلكترونية منع أهم وسيلة تسلي للولاد لأنه أوقات بيكونوا هن الأهل عم بيجربوا يعطوا لحالهم وقت فراغ يعني قبل كانوا يلهون بالتيفي هلأ صاروا يلهون بالألعاب الإلكترونية وهيدا الشي رح يخلق لهم إدمان للأطفال وكمان في نقطة كمانا مهمة ورحوا لعبوا على هيا بس رحولي راصي إيه هذا هي فهيا كمانا نقطة لازم ينتبهوا لها إنه ما لازم يعملوا أكتير ويكرروا إذا قدروا الأهل يكون في تنين كمبيوتر واحد للدرس ما يكون عليه أبدا ألعاب إلكترونية واحد إذا بدون يلعبوا هلأ الأوضاع الاقتصادية كثير من يحامل إذا قد أول حلقية ينا أكيد فين يجيبونهم يجيبون تنين كمبيوتر صحيح والكمبيوتر أهمش كمانا ما يكون بقلب الغرفة تبع الأولاد يكون موجود بالغرفة اللي بيكونوا قاعدين فيها الكل هيك لحتى ما ياخد وقته ويطويل فهيدي من النصايح وآخر آخر نصيحة هي أنه الأهل يطلعوا على مطرح بالألعاب اللي هي ويحطوا الفارنت الكنترول يتعلموا أو مرائبة الأهل للألعاب لحتى يعرفوا يحددوا هالألعاب وقدروا الوقت يعرفوا يقدروا يحطوا حدود لهذا الشيء هذي فكارة نصايح لليوم شكراً فابيان للأفكار المميزة اليوم عن جد كانت فعلاً الحلقة كلها إيجابية أنا بدي أشكريك وبدأ إليك أنه منلتق أنا وياك جمعة الجاية لازم منودع المشاهدين المشاهدين لهم بتكونوا وصلت حلقتنا الإيجابية إلى نهيتها إذا قدرتوا تكسبوا على حالكم أكتر من نص ساعة كاملوا لا تستسلموا ظلكون جربوا كسبوا على حالكم وقولوا لهم لا كل شيء كثير إيجابي وكل شيء كثير منيح لأنه هيدا الشيء رح يجعلنا نستمر ولكن كونوا واقعيين يعني بمحل معين ما تعيشوا بالأوهام بس لقوا طريقة تخليكن تضلكون تحسوا بإيجابية أنا بدي أودعكم بكل الإيجابية بدي أعطيكم كل الإيجابية تبعي بدي أعطيكم هيك ابتسامة على وجوهكن بلشوا نهاركم بابتسامة رجعوا وحضروا الحلقة لإعادة على الخمسة ونص هيك بكون أعطيناكم مثل أنرجي أعطيناكم طاقة الصبح من الثمانية وربع نعطيكم للخمسة ونص خمسة ونص نعطيكم باقي الطاقة العشية وياللي حس أنه بعد بحاجة لطاقة في يرجع يحضر حلقاتنا على اليوتيوب تشانيل خاصة بمريم تي بي لبنون فيكن ترجعوا تحضروا الحلقات أنا بودعكم ملتقانة جمعة جاية بنفس الوقت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر